أصدر الرئيس عبد الفتاح أسيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين كما أشر الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع سلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمؤساة لأسر الضحايا مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الحدث المؤسف ترجمة نانسي قنقر